طيب يبدو لي أنه الشباب عندهم ظروف قوائم مالية نحن في شهر 12 امتحانات جامعة التزامات ظروف وبالتالي بدنا نبدأ لحد الآن ما حدا يجا معايا حتى على الأقل يشاركني ويقول لي أنه شايف الماتيريال ولا لا لكن بدنا نبدأ والاتكال على الله إذن السؤال رقم واحد من الشابتر أو اليونت عشرة كويس إنه إجانا محمد عسكر سلام عليكم إذن على الأقل شايف السلايدات سيد محمد خليني أبدأ the effectiveness of just in time the effectiveness of just in time فعالية الجست in time يعني بالوقت المحدد system اللي هو نظام إنك تطلب البضاعة on time بتقول له ألو بكرة ساعة ثمانية صبح بتكوني عندي بتجيبولي كمية على القد اللي أنا بدياها is often facilitated by the elimination of some common forms of internal control إذن الجست in time يتم التعامل معه من خلال الخلاص والتنازل عن بعض خطوات الرقابة الداخلية يعني بمعنى ليش بتكون عندي مخازن ضخمة ما في رقابة داخلية وبالتالي هذه جزئية بس the elimination of which internal control is huge ولي acceptable with the just in time إذن بالجست in time أي من الخطوات التالية أكيد هون في عندي ثلاثة acceptable وحدة non-acceptable فبقول لك preparation of hard copy receiving report أكيد بالجست in time ما في hard copy ولا في إعداد خلنا نسميها إنه والله سند استلام للبضاعة ولا في ساحة استلام ولا غيره إذن بالجست in time بتيجي سيارة تبعت السبلاير تيجيك على الساعة ثمانية بتحط البضاعة وظلها ماشي ما في استلام في ثقة بيننا وبين السبلايرز لذلك عدد السبلايرز قليل بيكون في ثقة بيننا وبينهم إذن هذه هذه لاحظهون the elimination of which is usually acceptable with just in time إذن هذه تبعي eliminated ما في hard copy receiving report voucher approval prior to paying accounts payable بدك تعمل موافقة على الصرف لازم حدا يوافق على الصرف إذن سند صرف مشال تدفع لها المورد هذه ضرورية just in time ما بنغيها two signatures required in large checks لما في شيكات فوق الخمسة آلاف بده وقع المدير المالي مع مدير العام مع مدير أي مدير الصاحب صلاحي إذن فيه اثنين مشان رقابة مشان ما حد يلعب بالفلوس إذن هذا بظل ضروري لا يمكن أن يلغى إذن هذا ما يلغى وهذا ما يلغى looked doors on production area بله يعني إذا فيه just in time خلاص الصيلة العملية سائبة لا بدك تسكر اللي بوا على البضاعة اللي جاتك وع البضاعة اللي بدها تخلصت بتنتظر إذن فيه فيه رقابة بتسكر الأبواب إذن الجزئية الوحيدة الوحيدة العنوان الوحيد الذي يجب الخلاص منه اللي هو الهارد كابي ريسيفينغ ريبورت طبعا هون أنا حاطط ريسيفينغ 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 ديبارتمينغ آر أفن ألمانيته with just in time ما في إدارة لاستيلام البضاعة ريسيفينغ ريبورت إذن بمعنى الجواب عندنا إيه لهكذا سؤال طيب هذه إيه سؤال اثنين Just in time Manufacturing practices يعني شو عمليات تطبيقات صناعية على أنه ألو ودو للإبضاعة ما في عندي مخازن ضخمة Are based in part of the belief On the belief يعني تعتمد على جزء من إيه الإقناعة والإغتناع إذن شو الجست in time High inventory levels provide greater flexibility in production scheduling يعني لازم يكون عندك كمية كبيرة مشان يكون في عندك مرونة فيما لو انقطعت عندك البضاعة تقدر تشتغل من اللي عندك هذا مش بالجست in time هذا بالtraditional العادي إذن مش بالجست in time Attempting to reduce inventory to consistently low level can lead to panic situation يعني شو بقول لك أنك تخفف البضاعة إلى حد محدد معين فهذه عملية مزعجة لا بدك تخفض البضاعة إلى حد معدل لأنه هذه الفكرة تبعد جزء من time إذن هذا مش صحيح جزء من time بتخفف goods should be pulled through the production process not pushed إذا البضاعة تسحب أعطيني والمرحلة الأولى بتصنعه بتقول للثاني بتقول لها أعطيني والثالث بتقول للثاني أعطيني والكستمر بقول أعطيني إذن هيها أنا رسملها ومرت علينا بالماتيريال إذن البول سيستم هي أعطيني 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 مش زي التريديشنال أو الماتيريال كونت بلانينج الإنفنتوري العادي بوش لا هذه بول أعطيني إذن بمعنى الجواب عندي C goods should be pulled through the production process not pushed إذن الجواب C روح على D بس نفندها يعني beefed up internal control يعني just in time عززت الانترنال control in the central house الله يعني central warehouse يعني عززت الانترنال control في الخازن المركزية كان greatly enhanced productivity in the production area وبيعزز الانتاجية في مناطق الانتاجية هذا أصلاً بالجسط إن تايم ما فيه شي عندنا warehouse إذن الجواب عندنا C لسؤال اثنين إذا حد بيشوفني يقول لي إنه شايف المتيريال ولا لا هذه C هذه C شايفين يا دكتور شايف المتيريال عمي محمد عسكر أنت الوحيد معي على فكرة لأنه الشباب يبدو لعنتهم مشاغل مركزين على التسجيل طيب إذن أمورنا تمام الجواب C لسؤال اثنين سؤال ثلاث companies that adopt just in time شركات اللي بتختار just in time purchasing system نظام مشتريات just in time يعني على الألو والديلي بيكونوا حبايبك للسuppliers اصحابك في قبيل عددهم مش كثير قليل جدا إذن شو بقول often experience يعني شو يعني هذه لديها خبرة في النويل just in time reduction in the number of suppliers وما أكثر الأصدقاء عند أصدقاء عندنا تعدهم ولكنهم في النائبات يقليلوا إذن ما بدك كثير suppliers بدك ثلاثة تعتمد عليهم please حبيبي وديلي حاضر إذن just in time بدك عدد قليل قليل reduction in the number of suppliers fewer deliveries from suppliers لا مش fewer deliveries كل يوم بيجي supplier many deliveries إذن هو الجواب ايه بس خلنا روح على بي غلط سي greater need for inspection of goods as good as good arrives لا يحبي بيصار supplier يهتم بالإبضاع ويفحص لك إيها قبل ما ييجي المaterial مش بحاجة أنك أنت تعمل فحص أكبر greater need for inspection بتكون فيه ثقة وبتقوله يدير بالك أي غلطة بتروح entry system يعني مش بحاجة لأنك تعمل لا يا عمي فيه لنك بيننا وبين السبلاير ومنحط إشارة على الكمبيوتر هو بشوف هو بشوف البنياء ويمكن يفوت على مخازننا من خلال الكمبيوتر انترنت وطيفا وبيشوف شو بدك وبيجي زودك حتى يمكن مرات بدون ما تطلب إذن less need لا more need إذن الجواب عندنا لا سؤال ثلاثي هو قلل من الناس اللي بدك تثق فيهم لأن هون في ثقة وبيهمهم أمرك إذا الجواب عندنا إيه لسؤال ثلاث سؤال أربعة مرات علينا بالماتيريال الجس إن تايم اسمه lean manufacturing وشو lean manufacturing هاي في عندي معلومة هون أنا بدي أركز عليها هذه بس بدي شاء في عندك معلومات كثير lean manufacturing or lean processing is a system مترادف of just in time يعني هاي هاي وجدت هذه العملية في تيوتا واحد رجل إدارة في تيوتا أوجد هذه الطريقة وسموها باسمه إذن هذه continuous improvement ما هي just in time إذن just in time اللي هي بيه activity based management إدارة من خلال activity بتاع مرت علينا لا مش باكي flush costing شو يعني باكي flush costing صار تيقة بيننا وبين إيش بين السبلاير إنه منحاول إنه هاي خليني بس أقرى لك مشان نتفق عليها is a product costing approach used in just in time operating environment in which costing is delayed until goods are finished يعني بمعنى منجيب البضاعة من السبلاير وبقول لك أعطيني بتقول وصبر شوية شو يعني صبر شوية طويل بالك مش بينه وبين الثقة خلينا اشتغل وباشتغل وبزبط وبلاقي المتيريا اللي ودى ليها كلها تمام التمام بعدين بعمله بقول له أنت دائن علي بالمبلغ الفلاني إذن هذه مش مش اللي هي الاسم الثاني also called الاسم الثاني معناها لين manufactured أما هاي خلنا نسميها وسيلة من وسائل تطبيق الجست انتايم إنه منحطش قيد محاسبي لما بتصلي بضاعة تريديشنال بيسجلوا ديبت انفنتوري وكريديت اكاونت بيبل لا هون ما بتستنى حتى تخلص صناعة تخلص شغل للكستما وتسلم وتقوله يلا تعال انت لك عندي الفين دولار تعخذهم لمين لسابلاير إذن شو باك فلاش طيب إذا الجواب عندي بيه لسؤال أربعة سؤال خمسة إذن في أربعة هذول ثلاث منهم تبي إليمناتد ووحن لأ بقول لك نظام تتبع المخازن حديث متطور هذا شو تبي إليمناتد هذا تبي إليمناتد بس مش نط إذن هذا الجواب غلط سنترل ريسيفين دك شو يعني يعني شو بسموها لما تستلم بضاعة بتلاقي في عندك قاعد هيك زي ما أدري شو بسموها امرتها بقاعدة معينة الناس بتحط عليها البضاعة بيجو البضاعة بيطوها عليها يعني خلنا سميها بمنطقة استلام المخازن فالسنترل ريسيفين دك وبعدين بوزع البضاعة هذه مش لازم تكون موجودة بالجس انتايب تبي إليمناتد سنترل ريسيفين دك دك معنها سطح آه سطح سطحية سطحية لا الاستلام البضاعة عندك بالمخازن هذه مش لازم تكون موجودة لأنه اتفقنا السبلاير بيقولك ساعة ثمانية وما بيجيبها على المخزن وعند أصلا ما عندك مخزن بيجيب لك هيها على الآلات عندي الصباح وبنزل لك هيها عندي الشباب الصباح ساعة ثمانية زي ما قلت له إذن بي هي الصح لأنها نط طيب حتى لو في عندي بضاعة قليلة حتى لو ما عندي مخازن لكن لابد مفحص نعم فيه بالكميات الكبيرة وبالكميات القليلة بده فحص وانتو عارفين الفحص بالعينة افترض الطلبية ألف قطعة بده أفحص كل عشر حبات أو كل خمسين حبات أفحص أطمئنه النصف لاير هذا معترم ودي لي بضاعة كويسة هارد كابي ريسيفين لا ما فيش هارد كابي ريسيفين إذن هذه ممنوع أو خلص ما فيه وهذه سوري هذه ما فيه هارد كابي ريسيفين ريبورت وصينترال ريسيفين دك والله أنا هلا بده روح على ثنتين زي بعض عفكرة ريسيفين وريسيفين شكري بدي أختار بين بي ودي إذن A مصبي دن حتى لو فيه جس ان تايم وC مصبي دن حتى لو فيه جس ان تايم وسينترال ريسيفين دك وهارد كابي ريسيفين ريبورت أنا بصراحة معدي يعني هي دي وبي ما أدريش بالضبط وإنما حروع على الجواب وشوفه أنا معدي الآن مش مع بي لأنه ما أدري يمكن سينترال ريسيفين دك يمكن المكان اللي بدهم يجي والشباب عليه الساعة ثمانية الصبح يمكن يحطون بهالبضاعة فأنا محتار بين دي وبين بي وأنا حختار لأنه هارد كابي قبل شوية مرة علينا ما فيش هارد كابي ريسيفين ريبورت إذا الجواب عندي دي متأكد إنها دي إلا إذا عادت المفروض دي سؤال خمسة C Not one typically eliminated آه مظبوط أنا هسا يعني أنا أسا صحيت على الموضوع Statistical قلت لك أنا إنه حتى لو في Just in time في Statistical إذن ها لا تلغى أما هاي تلغى وهاي تلغى وهاي تلغى نعم Sophisticated Inventory Tracking System يلغى Central Receiving Deck يلغى هارد كابي ريسيفين ريبورت يلغى أما هذه تبقى يعني واحد مرات بصير كونفيوس في عملية إيش التركيز Statistical حتى لو فيه Just in time أنا حكيتها بالشرح لو فيه Just in time لازم فيه عندنا Statistical إذن هذه التي لا تلغى أوكي الجواب عندنا C مش غلط اللي أنا حكيته كله لكن فيه عملية تركيز بالموضوع الجواب C لسؤال خمسة سؤال ستة In contrast to Just in time بعكس Just in time manufacturing Material requirement بلانيج هلأ إيجت الطريقة الثانية مرت علينا Just in time إنه ألو وديلي لا الآن material requirement بلانيج بمعنى أن الكمبيوتر بد يكون مبرمج فيه عندنا عدد من الكميات البضاعة ولما بننصنع شغلة معينة الكمبيوتر بحسب قديش بدنا نجيب material إذن فيه material أو فيه مخازن شوي وإحنا قبل شوي مرت علينا بالجست بالجست in time في pull والmaterial requirement planning في push لاحظوا هيا في الجست in time في pull هيا أعطيني 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 لا بالmaterial requirement planning بدك تصنع وتصبر تصبر بمعنى تجمع تجمع بمعنى تحق بالمخازن وتنتظر سياسات تسعير يشوف هيها مجمعة إذن وين عندي هون بالmrb وين push system ها push system هيا هيا مش pull ولا لا وين ولا وين ولا وين إذن هي push system في mrb material requirement planning بدك تشتغل على push system يعني تصنع وتحط وبعدين تعمل تسويق مش تستنى طلبية الزبون بالpull system بالjust in time تستنى الطلبية ألو ساعة كذا تعالوا يا supplier إذن هذه push system تتناسب مع mrb والpull system تتناسب مع just in time إذن الجواب عندي إيه لسؤال ستة هذه إيه سبعة material requirement planning sometimes result in هاي material requirement planning شو بتعمل إنه فيه كميات بس مدروسة يعني بمعنى الشركة يجب أن تدرس كم لازم يكون عندي كميات معينة مش الjust in time ما في كميات إذا longer idle period results in بالmrb longer idle period أو less flexibility responding to customers أو increase inventory carrying cost or decrease setup cost أهم إشي بالjust in time إنتوا عارفين زي ال accessories بتطلع لك شوية منتج إذا بدك منتج مواصفات ثانية بيغير شغلات بالآلات وبيطلع لك وهكذا إذن بيقلل setup time decrease setup cost اللي هي التكاليف طبعا setup time وsetup cost نفس الشيء إذن هذا يؤدي إلى انخفاض setup cost بس مش longer idle period ومش less flexibility in response to customers ومش increase inventory carrying cost إذن بمعنى results increase inventory carrying cost لا result less flexibility responding to customer لا result longer idle لا هي shorter idle بينما هذه هي الصح results in decrease setup cost وانا جايب لك إياها هون reduce idle بدى longer idle المaterial quantity planning reduces idle بدى longer idle إذن هاي غلط lower setup cost اللي هي هاي هاي decrease setup cost lower inventory carrying cost هاي هاي inventory carrying cost lower هو بقول increase معنى increase غلط هي lower inventory carrying cost و increase flexibility in responding to market changes increase flexibility less less flexibility إذن هذه غلط وهذه غلط وهذه غلط وهذه لكل هم الصح وإذن D هي الصح الوحيدة من هذا السؤال 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 سبعة إذن يسيد العزيز بقلل setup cost يعني إعادة إعداد الآلات من أجل إنتاج الكمية الجديدة التي طلبها الكستمر بال just in time وبتطلب الموات تبعدت من supplier جيب لي إذن كل آلات من جديد إذن setup cost بدها تقل إذن يسيد العزيز جواب D هذه D سؤال ثمانية A company uses material requirements planning MRB and manufactures a product تنتج منتج معين with the following product structure 3 بقول منتج X X يحتاج إلى A و B يعني مدخلات A و B X بده 2 من A و 1 من A و 5 من B و X بده 1 من C يعني بدك تحصل على C مشال تطلع A والA بتعمل 2 مشال تطلع X وبتيجي لهون B بده X بده 5 من B والB تحتاج إلى 3 من D و2 من A هاي معطيات السؤال خلينا نشوف السؤال نفسه The company has just received an order for 100 units of X إذن إجد طلبية بده 100 حبة من X هاي The finished product اللي هو المنتج النهائي يتبع X 100 The company has 20 units of X يعني X في عندنا منها 20 إذن قديش لازم تنتج 80 مدام عندك بالاحتياط 20 بدك تنتج 80 أوكي هاي 20 units of X أوكي هاي 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 موجودة 100 units of B إذن هاي هاي 100 units of B مشال إحنا ننتج إيش ننتج عندنا X إذن قديش عندها الشركة 20 من X و 100 من B تمام and 50 units of E هاي 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 50 units of E أنا رتبت السؤال بها الطريقة خلا نقول how many units of E must the company purchase in order to fill the order يعني 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 شركة كيف تشتري من E حتى تقدر تنفذ الطلب اللي بد يصرع 80 حبة إذن هلا مدام عندي E هون بروح على A و C بروح على الجهة هاي هون بدي أنتج 80 80 قديش بدهم من B كل حبة بدها 5 شايفين ها 5 B بكل حبة إذن 8 في 5 بدي 400 من B حتى أقدر أنفذ 80 B في من هم يتحب احتياط بالمخازن طبعا هون ما بش تنجل جس انت بس تنجل M R B في 100 إذن قديش لازم أنجز 300 أو أنتج إذن 400 ناقص 100 بطلع عندي 300 بنزل هون هلأ أنا صارت مشكلتي وين بالمنطقة هاي إذن الB هاي قديش بدها حبتين من E إذن 300 حتى أنجزهم من B بدي ضرب 2 بدي 600 من E كديش عندك إحتياط 50 إذن بدك تنتج 600 ناقص 50 بظل 550 هذا المطلوب إذا الجواب لازم أنتج من E 550 حتى أكمل المطلوب تبع 80 حبة من X إذا الجواب عندي D لهذا السؤال اللي هو سؤال 8 يدي One reason to outsource is so a firm can focus on its outsource شوي يعني أنك تجيب واحد من برا يشتغل لك مش فاضي ألا مصنع البيبسي شو بد يركز على IT يقول والله عندي واحد خريج جمير ما شاء الله رئيس القسم شو بد بهذا الشغل إذن بيجيب حدا من برا إذن ترجمت أحد أسباب الاستعانة بمصادر خارجية اللي هي outsource هو أن تتمكن الشركة من تركيز على أعمالها في إيه مشان يتركز على وين البيبسي مش عايز يكون متخصص بال IT بد يركز على الكور على طعم البيبسي ولول البيبسي والصدقاء المية إذن مش عال كاستمرز ولا السبلايرز وال وين مع الكور كومبيتنسيز على الكور الشركة بدأتكون مبدعة في الكور تبعها في العمل الرئيسي في الجوهر اللي هي فتحت من أجله ما تقولش والله عندي شؤون موظفين وعندي ما شاء الله علي لا يا عمي ركز على لون علبة البيبسي طعم علبة البيبسي مش عارشو أي اعتبرها حلبة حليب أي شي إذن الكور لا سبلايرز ولا كستمرز ولا اندفرينشييت اكتيفيتز إذن الجواب عندنا دي لسؤال تسعة هذه دي سؤال عشرة اكمباني منيفاكتشار الثري بروتكت الشركة بصنع ثري بروتكت سيها A و B و C at its highly automated factory ما شاء الله automated المصنع the products are very popular هذه المنتجات مشهورة جدا with demand for exceeding far exceeding يعني شو demand أكثر من supply يعني أكثر من الانتاج demand exceeding the company ability to supply the marketplace يعني الشركة مش ملحقة to maximize profit management should focus on each product مشان نزيد الربح عليها أن تركز على أي من each product يعني علي وعلى B وعلى C وين بتتركز على grass margin لا لأن احنا اطلع العنوان هون constraint وthroughput costing ومرة إذا قريتوا الماد constraint وthroughput costing شو يعني يعني sales ناقص direct material بركز عد direct material بس segment margin نقسم احنا منحك منتجات contribution margin ratio contribution margin ratio حلوة لكن في عندنا اشي احلى بقولك دور على capacity يعني الالات مش ملحقة اذا اذا في عندنا capacity يعني في عندنا constraint في عندنا ضيق ضيق قيود مش قادرين مش قادرين نلحق على الطلب الحمد لله في طلب كبير مش قادرين اذا contribution margin pair machine hour لأن الالات بدها ساعات عمل ساعات العمل مش ملحقة اذا عليك ان تركز على contribution margin pair machine hour ومرت المateria لها شرحناها بالدس الماضي اللي وزعنا عليكم فبهم نيش الكونتوليوش مارجن بس دائما pair machine hour or pair labor hour or pair كيلو واط او المهم في عندك cost driver مهم الشركة عندها ضيق في capacity الالات مش قادر تتحق على الطلب اذا الجواب عندنا دي عشرة هذه دي احدعش المصنع مصنع ينتج single product منتج واحد that sells for 150 per unit سعر 150 the product is processed through the cutting and finishing هذه cutting وهاي finishing وتعارفين قسمين تقطيع و تقطيع departments additional data for these departments are as fullest اذا هذه كلها annual capacity 336 الف direct labor hours available in each department اذا في كل قسم 36 اللي هي capacity يعني العمال بيشتغلوا 36 الف ساعة و بس current اعطيها 100 hours اذا annual capacity direct labor hours available in each department اللي هي بال cutting 180 الف و بال finishing 135 which means انه الساعات لا تنتج الا 180 الف و 135 الف اما في هذا او في هذا current production rate annualized شو يعني هون current production rate بمعنى شو 108 000 و 108 000 بمعنى انه نسبة الانتاج الحالية وعلى اساس سنوي fixed manufacturing overhead مليون ومليون وتسعمية وكذا fixed selling and administrative expenses هل قد وهل قد دارك material cost per unit 45 و15 ما هو السؤال طبعا في شغلات هلا بحكي خليني بس اشوف السؤال the current production rate is the budgeted rate for the entire year اللي هذه budgeted rate بمعنى هذه current هذه اللي هي الbudget حال عملين budget 108 000 108 000 انتو عارفين البudget حاني جيها liter on يعني بدنا نصنع 108 من A ومن B أو من cutting وال finishing إذا العمال بياخذ راتب وطفر المبلغ إذ أجرى 20 دولار and the company has no lay off period in effect يعني ما في تسريح للعمال العمال قاعدين ما حدا تسرح what is the amount of the throughput contribution per unit what is the amount of the throughput contribution per unit throughput يعني شو تذكروا throughput costing اللي موضوع نا بال just in time بسموها super variable costing ما بتطلعش تشتغلش عليها على 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 ال absorption اللي هو sales ناقص cost of sales 1 2 3 4 اللي دارك material دارك labor variable manufacturing overheat fixed manufacturing ولا سور ولا variable sales ناقص variable اللي هي direct material لا هون بقول لك throughput costing تعني أنه sales ناقص بس direct material المتغير هو direct material ما بتقدرش تفنش العمال وتروحهم بالdarek material بتكيش تصنع بتوفرها أما بتكيش تصنع وتقول فنش العمال عمال قاعدين معك بأجور وكذا ونقابة عمال عمال وبيشتكوا عليكم عملوا الكضراب وقصة إذن هنا الفلسفة في هذا الموضوع أنه بيعتبروا فقط التكلف المتغيرة بالsuper variable costing اللي هي أو throughput costing اللي هي بس direct material إذن بقول that of the throughput contribution pair unit as computed using the theory of constraint شو معناها؟ معناها إحنا عندنا قيود معينة بالإنتاج تبعنا في عندنا مشكلة بإيه؟ بإنه في مرحلة من المراحل نصطدم زي قلنا المرة الماضي شرطي في دوار عليه زحمة بيوقفوا عليه شرطي أو اثنين أو ثلاث حتى يمشوا الزحمة نفس الإشي في خط إنتاجي عنه نمشي الزحمة أو في خيارات طبعا موجودة بالماتيريال إذن بالثير القانون أو القانون تبعهم بقولوا throughput margin يساوي sales ناقص الماتيريال بس أيو 150 سيلينج برايس ناقص 45 دارك ماتيريال إن كاتينج و 115 دارك ماتيريال إن فينيشنج مجموحا 150 ناقص 60 بطلع الجواب 90 إذن عندنا throughput contribution margin أو throughput margin أو contribution margin تبع اللي هي theory of constraint الجواب تبعها 90 إذن الجواب عندي هنا 90 ودير بالك ودير بالك عليها هذه ما أدري إن شو حاطط هون أوكي 90 الجواب عندي هاي سؤال 12 3 3 of the basic بتروح على بتروح على absorption costing طيب number of constraint or subordinate number of rent كلام فاضي ما له معنى ما له معنى جاب لك كلمة constraint مشان يوقعك فهنا ما في غير throughput throughput contribution أو throughput لاحظ و inventory أو بيسموها investments البضاعة اللي بتظل عندنا هي عبارة عن inventory دس بيسموها investments and operating expenses شوف عندي هون هايهم الثلاث عناصر رئيسية سوري throughput contribution sales ناقص direct material وبعدين investments عبارة عن كل المaterial سواء كان working process والfinish good والR&D وكذا and property plant and equipment هذه كليات تعتبر investments كل المaterial and property plant and equipment أي إشي اسمه investments يعني بمعنى هذا مصطلع خلنا نسميه يتم التعامل معه مع الشيو هي theory of constraint اللي تتناسب مع throughput contribution أو throughput costing وثلاثة operating cost ما هي الoperating cost اللي هي كل القص ما عدد direct material مش مقول sales ناقص direct material بطلع throughput بعدين كله كل مصاري في الشركة تحت all cost except إذن الجواب تبعي c هايو operating expenses بدل operating هنا operating cost طبعا دي fixed manufacturing ما في ما في ما في غير هاي بدك تبدأ فيها هاي مع هاي دائما بدك تربط وانت تدرس هذه تربطها مع هاي يعني هاي تحطها إنه هاي لا تأتي إلا مع هاي المرات بيجيب لك مصطلح معين بيقول لك شو معنى تبعه فبدأ تكون عندك إيش ربط بين المصطلحين إذا الجواب عندي سيه لسؤال 12 under throughput costing the only cost considered to be truly variable in the short run is هاي throughput costing the only cost to be variable ما هاي داري ماتيري هاي وينها داري ماتيري هاي نفس السؤال مكرر هاي كلها سيه لتسعم إذن الداري ماتيري ما في labor ما في كذا ما في variable البس بالباقي كله كله فيكست بالشركة إذا بتشتغل عليه على يعني يعني هذه طريقة من طرق احتساب التكاليف إذا الجواب عندي دي اي 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 الجواب اي لسؤال 13 سؤال 14 المصنع can sell its single product for 660 يس مبيعات 660 below are the cost of data product داري material داري labor manufacturing overhead بترو put هاي هاي theory of constraint ما جاب لك throughput ما قال لك throughput بقول لك theory constraint the relevant margin المargin شو يعني المargin sales ناقص شو direct material بصير throughput margin أو contribution margin إذن amount when beginning a theory of constraint analysis is is بس بد تقول لي هاي ناقص هاي sales ناقص بس وهذه كل هم fixed إذن يلا 660 ناقص 170 490 طيب هذا الجواب إيه لسؤال 14 سؤال 15 the immediate goal of a theory of constraints analysis is شو immediate goal of a theory of constraint analysis is شو هدف من أنه بحكي عن theory of constraint هاي هاي theory of constraint حكيناها بالمرة الماضية وين في عندي وين في عندي مشكلة هون هاي 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 اشتغل عليها هاي كل السلافة بال theory of constraint هاي constraint هاي شايفين هاي ما في اختناق بطل نك maximize the efficiency of the entire production process لا يعم همنا نمرر نقطة الاختناق نوسعها اذا immediate goal يعني بقول لك الهدف المباشر او الحالي او السريع او وطيظر اذا هاي غلط minimize direct material cost لا مش minimize direct material cost بس بقول لك direct material تنطرح مش هنطلع عندنا through put margin maximize contribution margin through a constraint او smooth production flow 2 اذا لاحظ contribution margin through the constraint يعني بدك تمر على منطقة الاختناق وتعمل فيها اكبر contribution margin اذا هون عملت اكبر contribution margin معنات تزبط معك هذا وزبط هذا وزبط هذا وزبط هذا مشان ما يصير تراكم smooth production flow to eliminate backup in the system لا يعمل smooth production هذا منطبق على عمليات اخرى وقد هذا smooth production flow ما ينطبق على الاختناق الاختناق هذا ما في smooth production flow وانما في عندنا maximizing contribution وين في منطقة الاختناق زي ما منشوف لما بصير زحمة سيارات في شوارع معينة بطلعوا المنطقة اللي في اختناق الجهزة الشرطة مشان تمرر حتى الاشارات بطلع تنفع مرات بتمرر اذا نفس الشي هون بطلع موظفين بدعم باجهزة حتى امرر اكبر كمية طلع خمسمية ستمية هنا مشكل اربعمية وفي نقطة بد تقول لك خاصة اذا كان الطلب اكثر من الانتاج لو عندك الطلب ستمية كان ما عندك مشكلة هون عندك شكل ستمية سبعمية هون فالاختناق هون اذا الجواب عندنا هذه سي سي مكسيميز المنطقة الحمرة اذا الجواب سي لسؤال خمستعش هذه سي ستعش نفس القصة قدرة الآلات على الانتاج ما بد ارجع شوي لهون اجيب الرسم هاي يعني نفس الحك اللي حكينا بد نحكي الآن اذا كان مشكلتي اذا كان الديماند اقل من الانتاج ما عندي مشكلة لو الديماند هون ثلاثمية ما عندي مشكلة لكن هون بقول الديماند اكبر من الانتاج اذا صار عندي مشكلة اذا وين بد اركز على نقطة الاختناق كيف الماند ما هاي البطل كيف اعمل الماند انا بدي اوسعها فوكس دير افورس اون كونسرينت اينتفيكيشن ايوه لما عندي ديماند اكبر من البرودكشن بد ادور وين الاختناق وين الاختناق بد اتسلسل على ليش بجيب اسئلة امثلة على الطورق على الشرطة وين بتروح وين في اختناق بتروح عليه اذا بد اتسلسل ودور وابحث وين في اختناق عندي بخطوات الانتاج change the throughput operation شو change throughput ما لها معنى apply activity based كلام فاضي ما في غير هاي focus their efforts on a constraint identification ومرة تسمع الشرطة ويقول لك اتوجه للمنطقة الفلانية عندنا اختناق شديد نفس ما يصير بالشوارع يصير عندنا بالشركات وبالمصانع وهكذا اذا الجواب عندي بي الجواب بي هذه بي 17 11 a manufacturer مصنع has a limited supply of 1200 لبرا هنا في عندي مشكلة في عندي constraint قيود 1200 لبرا of raw materials ما عندي موات خام 1200 that can be used to produce either product x or y هذول منشتخدم في إنتاج اما x او y details for which are given below selling price للx 200 per unit والy 250 el variable cost per unit 176 200 للproduct y el raw material use per unit 8 لبرا 10 لبرا للنوع هذا والنوع هذا which one of the following should the manufacturer produce in order to maximize contribution margin مشان نوسع تذكروا contribution margin كيف بننوسع وين فيما عندنا ربحية أكثر بالساعة أو بالليبرا مثلا فالآن عندي 200 ناقص variable cost per unit 76 بطلع 24 وهنا 250 ناقص 200 بطلع 50 تمام طيب المشكلة إنه 24 هذول بدهم 8 لبرا وال50 هذول بدهم 10 لبرا فارحت قسمت 24 على 8 بطلع عندي 3 لبرا 3 دولار لبرا إذن 3 دولار لكل لبرا طيب هون قسمت 50 على 10 هاي هال 10 لبرا بطلع 5 دولار لبرا إذن اللبرا من اللي بتربح أكثر لبرا وي 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 ما حدد ليش constraint على وي 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 كم تنتج ما بيجيبولي أكثر من هذولا إذن أنا رح أنتج ال-Y إذن 150 of X لا ما بربحوش ليش لأنه اطلع اللبرا بيجيب لي 3 120 of product Y هاي 120 product Y كديش بيجيبولي بيجيبولي product Y بيجيبولي اللبرا بخمسة إذن هاي ربحيتها أكثر أنا ليش عملت هون مشان أفرجيك إنه 150 لو اشتغلناها في X رح يجيب لك بي ثمانية اللبرا بيجيب لك 1200 يعني سكر إذا أنتجت X سكرت عليك اللبرا تخلصت وال-B وال-Y إذا أنتجت Y 120 في 10 هاي هون 150 في ثمانية 120 في 10 طلع 1200 إذن إذا خلصت بس القصد أين اللبرا أو الربح بالليبرا تذكروا قبل شوي كنا نركز على الربح بالساعة الربح بالمشين أور الربح بكذا هلا الربح بالليبرا الربح بالليبرا Y أحسن إذن بروح على Y بقول يا عمي والنبي صلوا علي زي ما بقول 120 في 10 بطلع 1200 إذن معناته لازم آخذ B هو الجواب المناسب طبعا إذا بدك تحسب بدك تحسب قديش عندك الليبرا 1200 بدك تضرب بالليبرا قديش بخمسة بطلع الربح هلا مش مسؤولين إحنا عنه وأنا بقول قديش ما هي الطريقة اللي بنعمل إيش maximization maximize the contribution margin إذن منقول منطلع إنتاج Y لأنه الليبرا تبعته بتربح أكثر أي Y الليبرا بتربح خمسة الجواب عندي لسؤال 17 B أي B Capacity management إدارة capacity الطاقة الإنتاجية القدرة الإنتاجية وطيبا طيارة بشي 600 راكب هاي capacity 600 upper limit upper limit المنطق العقلاني اللي لازم نتعامل معه مشان the resources اللي هو practical capacity مش theoretical وهذور كلام فاضي إذا الجواب عندي C 18 هادي C طبعا هون في قرائب تكتبعها أنت بالجواب تبع الكتاب أنا جايبها من هون من هذا الكتاب من الجواب تبع الكتاب وشغلي واضحة اللي بعديها 19 a company's practical capacity is 80% of its theoretical capacity 80 of theoretical يعني زي ما قلنا قبل شوية طيارة بشي 600 راكب لا تحط بجيت تبعتك على 600 حط على 80% هاي 80 the company rights of any variances to the cost of goods sold يعني شو إذا صار عندي variances تذكر over applied under applied إذا صار في variances بنا نحطها بين النظري وبين الفعلي بين الbedetermined والapplied وبين الactual بتحطها وين على الكوست وغو sold يعني ما بتكيش تروح على material روح كان immaterial if the company uses theoretical capacity to calculate its budget fix manufacturing cost as compared with the using practical capacity طيب هاي الpractical وطيب بقول لك يا أخي أقول لك لو اشتغلنا على theoretical 600 راكب وهون practical 400 راكب هم عطينا نسبة 80% فأنا جبت مثال theoretical 1000 units 1000 units تعرفين ما فيش عطلة ما فيش holiday ما فيش استراحة ما فيش downtime ما فيش ما فيش theoretical طيارة دامة مليانة 1000 units فإحنا افترضنا مشانا نوضح الفكرة عليكم افترضت انه التكاليف مليون على 1000 units بطلع عندنا 1000 dollars per unit على theoretical شو قال لي 80% فروحت أنا معناته 80% من الـ 1800 صح units إذن بقسم نفس المليون على 800 بطلع 1.25 يعني شو 1250 هنا 1000 so theoretical will make cost of good sold and ending inventory lower lower مش low low compare to practical لاحظ هون practical غالي theoretical الخيص إذن صار عندك cost of good sold بتحمل الخيص إذن هي بتطلع أقل من الـ practical هيا low compared to practical إذن منيجع السؤال the company's budget fixed overhead will be higher إذا استخدم هون بقول if the company uses theoretical to calculate its budgeted fixed manufacturing costs as compared with the practical شو معناته معناته بتها تكون lower budgeted fixed overhead will be higher غلط selling price will be low ما له في selling price income will be higher كله مش منطقي لاحظ assets will be lower قصد inventory هنا assets تعني inventory والinventory يعني lower low compared to practical وانتو عارفين اللي بدو يتأثر عندنا أثناء التصنيع يا inventory لم يبع يا custom good sold بيعت فالثنتين هذول تحت theoretical بيكونوا أقل هيا 1000 لا 1250 practical إذن بيكون الجواب عندنا D assets will be lower رح حطهم تحت assets يعني inventory ما بيعنا هم مش إذا الجواب عندي D لسؤال 19 منكون خلصنا هذه الجزئية ومع لش مع معنا مستر محمد عسكر طيب إذن منقول بكفة يعني والحمد الله على السلام إن شاء الله وإن شاء الله المرة الجاية نلتقي يوم السبت كالعادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لإنشاء الله من صفحة وبركاته من صفحة